الانتحاد صباح اليوم مراكز الاقتراع أمام الناخبين الفرنسيين للتصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشعيعية وتشير استطلاعات عديدة للرأي إلى أن حزب مكخون يمكن أن يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجري في الثامنة عشر من يونيو على حوالي أربعمائة مقعد في جمعية وطنية أي أكثر بفارق كبير من المائتين وتسعة وثمانين المطلوبة للأغلبية المطلقة مجمل ما يمكن أن تخرج به الانتخابات الفرنسية في سياق هذا التقرير بعدما نجحت استطلاعات الرأي في التنبؤ بفوز إيمانويل ماكرون الوسطي كرئيس لفرنسا بالانتخابات الفرنسية ها هي استطلاعات الرأي تعود من جديد لترجح فوز ماكرون مرة أخرى ولكن هذه المرة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية وتجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة إذ سيشارك أكثر من خمسين ألف جندي من قوات الشرطة في تأمين الانتخابات في بلد لا يزال يخضع لحالة الطوارئ منذ وقوع سلسلة الهجمات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصا في عامين وشهدت ولاية ماكرون الرئاسية بداية سلسة على مدى خمسة أسابيع منذ أن نجح في هزيمة مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان ليصبح أصغر رئيس في فرنسا على الإطلاق ويحتاج حزب ماكرون إلى الأمام الذي تأسس قبل عامين فقط إلى أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية البرلمان لتمرير الإصلاحات الواسعة التي وعد بها استطلاعات الرأي هذه المرة وضعت نسبة 30% من الأصوات على الأقل في الجولة الأولى التي قالت بأن ماكرون سيفوز فيها وهو ما يضعه على الطريق لضمان تحقيق انتصار كاسح في الجولة الثانية المقررة الأحدى المقبل وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى فإن المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات سيتنافسان في الجولة الثانية أما في حال استطاع ماكرون وحزبه الحديث الفوز بإغلبية ساحقة في الجولة الثانية من الانتخابات فإن ذلك سيمثل ضربة أخرى للأحزاب الرئيسية من اليمين واليسار التي لم ينجح أي من مرشحيها في الوصول لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية اشتركوا في القناة